بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف إن يكون موجود مع حضراتكم في هذه المواعيد كل أسبوع في يحكى أنا وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتعرض في فترات مختلفة من الحلقة ممكن حضراتكم تتواصلوا معنا بندعوكم للتواصل معنا سواء كنتوا عايزين تبعثوا لنا أسئلة بشكل مباشر عايزين إن احنا نجاوب عليها وفي موضوع الأسئلة ده عايزة نبه بس الحاجة بتوجهنا لما بنعمل حلقات الأسئلة لما بنعمل حلقات الأسئلة إحنا بنعمل حلقات أسئلة من أسئلة حضراتكم من الأسئلة اللي حضراتكم بتبعتوها لنا سواء بتبعتوها على الفيديوهات اللي بتنزل الحلقة دايما بتقسم عدة أقسام أو بتنزل كاملة فيه ناس بتبعت الأسئلة على الفيديوهات أو بتبعت الأسئلة زي ما بتقال خاصة يعني على الإنبوكس تمام؟ إحنا لما بنيجي نعمل حلقات أسئلة بننطقي من هذه الأسئلة موضوعات متنوعة نعمل بيها حلقة أسئلة أو أكتر طيب أنا ليه بقى بقول الملحوظة دي في حلقة النهار ده؟ في حال إذا كنتم حضراتكم كأصحاب سؤال يعني مش عايزين السؤال ده يذكر في التلفزيون تمام؟ يبقى حضراتكم مشكورين بس زي ما بتبعتو لنا السؤال بتبعتو لنا في السؤال نفسه إنه لو سمحتوا ما السؤال ده لا يعرض في التلفزيون أو لا يعرض في الحلقة يبقى احنا كده بناخد ده بعين الاعتبار وبنحترم ده جدا رغبة حضراتكم وبالتالي يعني بنجاوب على السؤال بقى بتاع حضراتكم إذا طبعا في حال الإمكانية لأسئلة بتبقى كتير يعني بس بنعمل حسابنا إنه إحنا لا ننطقي هذا السؤال في حلقة الأسئلة إنما إذا لم يذكر هذه الجملة صريحة كده واضحة يبقى احنا بنعتبر إن إرسال السؤال ده اتفاق ضمني ما بيننا كبرنامج وكمشاهدين إنه إحنا ممكن نستخدم هذا السؤال في حلقات الأسئلة تمام؟ ده بالنسبة للأسئلة برضو بالنسبة لوسائل التواصل ممكن حضراتكم تعملوا حاجة إنكم فرضا قبل ما تسألوا السؤال عايزين تسألوا على أي حاجة فجربوا إنكم تكتبوا هذا الموضوع مش في هيئة سؤال بقى في هيئة أكنه موضوع يعني مثلا أنا هنتكلم عن حاجة ليه علاقة بالبشرة حاجة ليه علاقة بالجلد حاجة ليه علاقة بالصفرة بالتطعيمات بالوزن بالنزلات المعوية بحاجة ليه علاقة بالمناعة خلاص اكتبوا الموضوع وبعدين سلاش كده أو شرطة يحكى أن دكتور محمد رفعت وشوفوا يمكن نكون اتكلمنا في هذا الموضوع فيطلع لكم المحتوى السابق من حلقاتنا حول هذا الموضوع أنا هنا بكلمكم سواء على فيسبوك أو على اليوتيوب طيب عملتوا كده وما طلعش حاجة دي بتبقى فرصة هيلة فرصة هيلة لنا إحنا بقى كصناع للبرنامج أنكم تبعتوا لنا تقولوا لنا والله إحنا بنسأل عن هذا الموضوع وملقناش له في المكتبة الخاصة بالبرنامج ملقناش له سابق محتوى فدي بتبقى حاجة حلوة قوي إن إحنا إن ده إنتوا كده بتشاركونا في إعداد البرنامج وبالتالي بناخد ده بعين الاعتبار جدا وبنضمن هذا العنوان بقى اللي إنتوا بعتوه في حلقاتنا القادمة تمام كده النهاردة هنتكلم عن موضوع إن شاء الله يعني إحنا مش عارفين الحقيقة هياخد الحلقة كلها ولا هيكون فيه موضوع تاني معنا في الحلقة لكن الموضوع اللي هنبدأ به هو عن زيادة الوزن عند الأطفال والحقيقة إن الموضوع ده زي ما بيقال كده في الأمور الفقهية أو في بعض الأمور الفقهية مسكوت عنه يعني مش كتير بيتكلموا فيه وأنا هنا قصدي مش الأطباء حتى الآباء والأمهات مش كتير بيتكلموا فيه مش كتير تلاقيهم بيتكلموا أبدا في زيادة الوزن عند الأطفال وتلاقيهم نادرين اللي يتكلموا في ده أو يسألوا في ده أو كده وده له أسباب الحقيقة متعددة ولكن بحكم يعني الخبرة والتعامل مع الآباء والأمهات أقدر أقول لكم إنه فيه سببين رئيسيين بيخلوا إن الناس ما تتكلمش عن هذا الموضوع أو تخليه يعني مسكوت عنه زي ما احنا لسه بنقول السبب الأولاني إن فيه ناس كتير قوي 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 من حضراتكم كأباء وأمهات ما عندهمش الإدراك الكامل إن دي مشكلة يعني الناس فاكرة إن المشكلة هي نقص الوزن مش زيادة الوزن مع إن زيادة الوزن مشكلة زي نقص الوزن بالزبط فهمتوا قصدي؟ فيبقى أول سبب يخلي إن ما فيش كتير بيتكلموا عن الموضوع ده إن فيه ناس مش مقتنعة أو مش مدركة إنها مشكلة من الأساس ده أول سبب يخلي الموضوع ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي غير متداول طيب السبب الثاني إيه؟ السبب الثاني المشهور يعني وده على فكرة يمكن يكون أكثر شهرة من السبب الأول إن لم يكن أده يعني حاجة غريبة أو هي الحسد الحسد آه حضراتكم سمعته كويس فيه ناس بتعتبر يعني مثلا إيه؟ ممكن يسمعوا مثلا في حلقة من من البرنامج هنا معايا أو مع أي حد من زملائي فيسمعوا مثلا الطفل المفروض يكون وزنه كذا وهو عمره كذا وبتاعه فتلاقي أب و أم عادين أو أب و أمه جد و جد مثلا يعني فيقولوا الله ده ده إحنا ابننا أو بنتنا وزنه زيادة قوي عن اللي هو قاله ده إحنا المفروض يبقى كذا ده كتير ده إحنا ده زي دي خمسة ستة كيلو فتبص لها ناس يقول لك خلاص بقى يخزي العين ما تقولوش بقى ما تتكلموش فيها قال ليه يا جماعة ما تتكلموش فيها أو ما يعني أو حتى ما تقولوش أو حتى يعني يصبح الأمر خلاص نتكتم على هذا الأمر ليه؟ يقول لك عشان العين عشان الحسد لا الحسد مش في كده لأن الحسد عمره ما بيبقى في الحاجة الوحشة صح أو الله غلط وزيادة الوزن حاجة وحشة وهو ده اللي أنا عايز حضراتكم تقتنعوا بيه وده دوري ودور غيري إن إحنا ننبه حضراتكم للأمور اللي ممكن حضراتكم أو قطاع عريض من حضراتكم يعتقدوا إنها أمور عادية فاهمين قصدي؟ فاكرين في مرة مثلا في حلقة من الحلقات كنا بنقول إيه؟ الغيار على الصرة عند المواليد الجدد فبنقول الغيار يتعمل كذا وكذا 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 وأنا مثلا عملت تركيز قوي على جملة إيه؟ مفيش حاجة يا جماعة اسمها إفرازات طبيعية من الصور مفيش حاجة اسمها كده فبص تلاقي بقى أب وأم عندهم طفل فتلاقي فيه مثلا سائل معين طالع من الصور سائل لونه أصفر لونه أبيض لونه أحمر يعني شبه الدم أو كده فيقول لك لا لا دي إفرازات طبيعية مفيش حاجة اسمها إفرازات طبيعية فهمته قصدي بدأ دوري ودور غيري إن لما يبقى فيه في العقل الجمعي عند الناس نق حاجة هم معتقدين إنها عادية خلاص فما بالكوا بقى إنه يكونوا معتقدين إنها حلوة كمان زي زيادة الوزن خلاص هي لو حلوة هنقول إنها حلوة إنما لا نقول لكوا لا خلوا بالكوا دي حاجة وحشة دي حاجة غلط فبالتالي لما تتعرضوا لهذا الموقف والوزن من العلامات المهمة جدا اللي بتؤشر لنا من الناحية الطبية على حاجات كتيرة جدا جدا فلما تلاقوا الوزن عالي ده لازم تبلغوا بيه الأطباء لازم تروحوا للدكتور أو لو الدكتور حتى قالوكم ده مفروض إن الدكتور بيوزن يعني في العياد تمام أو حتى أنتوا على مستوى الحديث العائلية والأسرية وكده هو الطفل احنا عندنا ميزان في البيت وزننا طيب عشان بس كنا بنسمع حلقة دكتور محمد كان بيقول كذا 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 آه لا لا كويس ده كويس خالص وبتاع اصلا كان فيه ناس بقى غربة قاعدين فمش عايزين نقول إن الولد وزنه زيادة 4-5 كيلو أحسن يتحسد لا دي مش حاجة يتحسد عليها الطفل دي حاجة مشكلة لازم نحلها بالنسبة للطفل قبل ما أقول موضوع زيادة الوزن عند الأطفال عايز أقول لكم إنه عادة بتكون المشكلة بالعكس يعني إيه عادة بتكون المشكلة بالعكس يعني الناس يكون عندهم مشكلة حقيقية إن ابنهم فعلا وزنه أقل من الطبيعي أو وزنه ضعيف زي ما حضراتكم بتقوله أو إن يكون الأمر مجرد تصورات يعني إيه مجرد تصورات يعني كتير جدا من الأمهات والحياة الأمهات والأباء برضو عشان مظلمش يعني الأمهات بس كتير جدا من الأباء والأمهات يبصوا لولادهم كده يقولك إيه وزنه أكيد مش كويس ليه يا عم بتقول كده أو ليه يا ستة الكل بتقولي كده بتقولك أصل هو يعني مفروض يبقى شادد عن كده شوية أو بتاع ده إيه اسمه إيه اللي أنا بعمله حالا ده الأداء اللي أنا بعمله ده اسمه انطباع اسمه تصور اسمه احتمال ما اسموش حقيقة طبية ما اسموش معلومة المعلومة إن الطفل ده يتحط على الميزان نقوم نوزنه يطلع لنا رقم نقوم نرجع بقى لمعلومات عندنا آه طيب هو بقى عمره قد إيه عمره كذا يبقى المفروض وزنه قد إيه من كذا دي هقول لكم يعني فيه حاجة اسمها معادلة الوزن معادلة الوزن دي زي ما أنا قلت مرارا وتكرارا قابلة للتطبيق حتى عمره خمس سنوات لغاية لما الطفل يبقى عنده خمس سنين خلاص ومعادلة الوزن دي بتدينا هي طبعا مش أكيرت أو مش دقيقة مية في المية لكن بتدينا تصور عام عن الوضع الخاص بالطفل في ناحية الوزن يعني إيه نقول الأول المعادلة المعادلة بتقول إيه إن عشان نعرف وزن الطفل خلاص المثالي في عمره يعني قبل بقى ما نوزنه بنقول إيه عمر الطفل بالسنين بنضربه في اتنين وبنزود عليه تمانية عمر الطفل بالسنين في اتنين زاق التمانية يعني لو خدنا مثلا طفل عنده أربع سنين يبقى عمر الطفل بالسنين أربعة في اتنين يبقى كام؟ تمانية نزود عليه تمانية يبقى ستتاشر يبقى الطفل اللي عمره أربع سنين خلص الأربع سنين يعني قرب نهاية السنة الرابعة أو خلص السنة الرابعة يعني إهالس بقى ابتدهه في السنة الخمسة خلص السنة مش في بدايتها خلوا بالكم لو في بدايتها يبقى عنده تلات سنين خلاص يبقى عمر الطفل اللي هو عنده أربع سنين في اتنين زائد تمانية يبقى عمره سبتاشر كيلو يبقى ده الوزن الطبيعي أو الوزن المثالي وفيه فرق ما بين الاتنين خلاص كده طيب خلاص خلصنا يبقى ده الطفل اللي خلص السنة الرابعة المفروض وزنه المثالي يكون 16 كيلو جبناها ازاي العمر بالسنين في 2 زا 8 نقوم نشوف بقى طفلنا احنا شخصيا او طفلتنا نحطهم بقى الميزان في البيت لو عندنا ميزان خلاص الصيدليات كتير جدا فيه منها اغلب الصيدليات عندهم الميزان لما نروح حتى للدكتور نبقى عارفين والدكتور او سواء التاقم التمريدي يعني بيقاموا بعملية وزن الطفل قبل ما يدخلوا عند الدكتور او حتى في مكان الكشف يعني الطبي يبقى الطفل بقى العمره 4 سنين وزنه المفروض يكون 16 لما حطناه على الميزان لقناه كام لقناه 15 ونص يبقى فارق عن الوزن المثالي نص كيلو لقناه 13 يبقى فارق عن الاقل من الوزن المثالي 3 كيلو لقناه 18 يبقى زيادة عن الوزن المثالي ب2 كيلو يبقى لازم يبقى عندنا حاجة اسمها مرجع حاجة نقيس عليها مش احنا لما بنعمل اي تحاليل اي تحاليل بنعمل تحاليل مثلا صورة دم فبنشوف نثبت الهيموجلوبين فنلاقي النسبة طالعة ايه 13 و7 من 10 نقوم نبص على طول في مين التحاليل الطبيعي من كام لكم من كذا لكذا عشان اعرف انا طبيعي ولا مش طبيعي عشان اعرف انا في اني رينج تحاليل السكر تحاليل انزيمات الكبد وظائف الكيلو صح كده الوزن زيهم يا جماعة خلاص طيب قبل ما نطلع بقى للفاصل هقول لكم الفرق ما بين الوزن الطبيعي والمثالي كلمنا فيه قبل كده الوزن المثالي هو اللي انا قلت عليه ده وزي ما قلتلكم المعادلة دي يعني بنسبة كبيرة بتدي الرقم شبه المثالي خلينا نقول شبه المثالي اما لإيه الوزن الطبيعي الوزن الطبيعي ده بيكون في حدود نقصان او زيادة عن الوزن المثالي بما لا يتعدى 25% او الربح نرجع تاني للمثال اللي سأيله حالو لو الطفل عمره اربع سنين خلاص لاربع سنين اربعة في اتنين زيادة تمانية ونزود عليهم تمانية العمر بالسنين في اتنين زيادة تمانية يبقى كام تمانية وتمانية ستاشر صح؟ ده الوزن المثالي تمام كده ربع الستاشر كام؟ اربعة اربعة كيلو صح كده؟ يبقى وزن هذا الطفل اذا كان اتناشر فاكثر اتناشر فاكثر فرقه 4 كيلو يدخل في نطاق الطبيعي إنما طبعا لما يبقى 12 هو طبيعي صحيح لكن لا نورمال يعني طبيعي بس قليل قوي على الحد الأدنى من الطبيعي خلاص أو إن يكون وزنه 20 يعني أزيد من الطبيعي بأربعة جبنا الأربعة دي منين زي ما قلنا 25% نقصان أو زيادة من الوزن المثالي يبقى ده يدخل في إطار الطبيعي لكن إحنا بنحب إن الطفل خلاص إن الطفل يكون وزنه أقرب ما يكون إلى المثالي خلاص كده أنا ليه إيه أهمية هذه المعلومة هتقولولي يعني 12 لما الطفل يبقى وزنه مفروض 16 كيلو وعنده 4 سنين وطلع وزنه 12 هو ده حلو ولا وحش أقول لكم وحش إنما مش مريض الطفل هنا مش مريض الطفل هنا بنلجأ إحنا بقى طبيا لقاليات طبيعية وقاليات صحيحة علمية لزيادة وزنه نحو المؤشر الطبيعي المسئلي يعني إحنا عايزين الـ 12 دي تبقى 16 تبقى 15 ونص تبقى 15 إنما مش عايزينها 12 لأن 12 طبيعي صحيح لكن أقل من المفروض يكون عليه خلاص لكنه ما زال في الإطار الطبيعي طيب لو افترضنا إنه هو 20 عايزين العشرين دي تبقى 16 أو عايزينها تبقى 17 أو 17 ونص إنما مش عايزينها تبقى 20 عشان لو زاد أي حاجة بعد كده هيبقى برضو زيادة غير طبيعية ده كان باختصار شديد وبحرقة أشد بشرح لحضراتكم إنه في حاجة اسمها الوزن الطبيعي والوزن المثالي ومازال حدثنا لم يبدأ بعد عن زيادة الوزن عند الأطفال هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا مع حضراتكم يحكى أنا مازال متواصل خليكوا معنا أهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة في يحكى أنا واللي هنتكلم فيها إن شاء الله عن زيادة الوزن عند الأطفال قلنا في الجزء الأول أن زيادة الوزن عند الأطفال مشكلة مشكلة مش نقص الوزن بس هو المشكلة خلاص وقبل ما نقول هو نقص وزن أو زيادة وزن قلنا أنه لازم يكون عندنا ريفرنس أو مرجع نقيس عليه وزن الطفل ده طبيعي ولا مش طبيعي وقلنا أنه فيه كمان فرق ما بين الوزن الطبيعي والوزن المثالي شرحنا كل ده لللي عايز يعرف ممكن يرجع لوسائل التواصل لو ما كانش يتابع معنا الجزء الأول وقلنا أنه الوزن عند الأطفال حتى عمر خمس سنوات بنحط له التصورات اللي هو اللي بنقيس عليه يعني عن طريق حاجة اسمها معادلة الوزن فهي العمر بالسنوات في اتنين زائد تمانية هذه المعادلة قابلة للتطبيق حتى عمر خمس سنوات طيب من عمر ست سنين بقى فأكثر يعني من ست سنين لغاية عمرنا دلوقتي وبعد كده بنقيس الوزن ازاي؟ عن طريق حاجة اسمها body mass index أو مؤشر كتلة الجسم وده عبارة عن إيه؟ عبارة عن وزن الطفل وزنه بقى الحالي دلوقتي يعني احنا وزننا الطفل أهو خلاص؟ أو الكبير وقف على الميزان خلاص؟ طفل كبير أو شخص كبير يعني بنحط بقى المعادلة عبارة عن إيه؟ الوزن على الطول تربيع أو مربع الطول بالمتر يعني حد مثلا وزنه هناخد مثلا حد كبير يعني حد وزنه مثلا 80 كيلو خلاص؟ وطوله مثلا 170 سانتي يبقى بنحط 80 بنقسم 80 على 1.7 من 10 ف1.7 من 10 بتطلع لنا نتيجة خلاص؟ إذا النتيجة دي كانت ما بين رقم 19 ورقم 24 يبقى هذا الوزن طبيعي ما نخافش خلاص ده وزن كويس أول من 19 ل 24 19 حلوة جدا و 24 حلوة جدا وأكيد ما بينهما حلو جدا حلو كلام؟ طيب إذا طلعت النتيجة من 25 إلى 29 بيكون في زيادة في الوزن نتيجة إيه؟ خليكم مركزين الوزن على مربع الطول بالمتر خلاص؟ إذا طلعت النتيجة ما بين 25 و 29 يبقى ده في زيادة في الوزن إحنا بنقول عليها طبية نقول إيه؟ أوفر ويت يعني وزن زائد هتقولوا لي آه يعني وزن زائد ما يعني عنده زياد لا ما هو الوزن الزائد ده متقسم برضو درجات أول درجة فيه حاجة اسمها أوفر ويت يعني إنه واحد عنده وزن زائد إذا النتيجة طلعت نتيجة إن إحنا نقسم الوزن على مربع طول بالمتر إذا النتيجة طلعت من 30 ل 39 بنكون في حالة مرضية اسمها إيه؟ سمنة يبقى الوزن الزائد أقل خف أقل حدة الدرجة اللي بعدها في الخطورة اسمها سمنة دي من 30 ل 39 طيب إذا النتيجة طلعت فوق 39 بتكون حاجة اسمها سمنة مفرطة أو مربد أوبيزيتي زيادة الوزن والسمنة والسمنة المفرطة كل ده خطر يبقى زيادة الوزن خطر زيها بالظبط زي إيه؟ زي نقص الوزن طيب نيجي بقى نتكلم على الأطفال المعادلة دي على فكرة تنفع من 6 سنين فأكثر خلال أكثر دي يعني الطفل ومامته الطفل وبابا يعني ممكن انتوا تعملوا نفس المعادلة اعملوا المعادلة دي دلوقتي كده قوموا وتوزنوا كده بعد الحلقة لو عندكم ميزان في البيت وهاتوا الألة الحزبة أو الكالكيليتر وحطوا بقى الوزن على مربع الطول بالمتر وشوفوها تطلعوا في أني فئة من الحاجات تمام؟ طيب نرجع بقى لزيادة الوزن خلاص في زيادة وزن زيادة الوزن هنقسمها برضو في المخاطر بتاعتها لاتجاهين أو لنوعين إذا كان دا بيحصل زيادة الوزن عند الأطفال الرضع أو عند الأطفال الأكبر الأطفال الرضع اللي هم في الأول خلاص وبعدين يعني مجازا بنقول إيه الأطفال الرضع وما فوقهم لغاية عمر ست سنين طيب لما يبقى طفل صغير وعلى فكرة زيادة الوزن بتكون ملحوظة فعلا في فترة الرضع أول ودي برضو لها أسباب هقول لكم أسبابها إيه أشهر الأسباب يعني يعني هنعرف الأسباب دلوقتي بس فيه أسباب كده الأول قبل ما ندخل في حاجة يعني ممكن مثلا في حالات الرضع الصناعية هم؟ طيب بص تلاقوا الأطفال اللي بيرضعوا صناعي أمهاتهم ممكن يزودوا عدد مرات الرضع الصناعية طيب بتعملوا كده ليه يا جماعة الدكتور أيللكوا أو الدكتورة أيللكوا على نسب معينة الطفل يرضع كذا كذا مرة في اليوم يعني كذا دي يعني كام ملي كام مرة في اليوم تمام؟ نقوم إحنا إيه؟ لا نزود شوي طيب ليه بتعملوا كده؟ أنا بقول لكم الكلام على فكرة من اللي بيحصل من بق بقى الأمهات والأباء فتيجي الأمهات يقولوا إيه في حالة زي دي اللي بيعملوا كده يا يقول لك قص اللبن الصناعي أكيد مش مفيد فإحنا قلنا نزود بقى شوي عشان يبقى طيب نعوض نقص اللبن الرضع الطبيعي ده غلط ده يؤدي لزيادة وزن طيب هتقولوا لي طب في أطفال كده بترضع طبيعي وممكن وزنها يزيد أقول لكم آه بس ما بيزيدش من الرضاعة بيزيد من استعجال الأمهات والأباء الأباء يعني غلبة بيستعجلوش الأمهات هم اللي بيستعجلوا وأغلب الأمهات بيستعجلوا تحت ضغط أمهاتهم يعني اللي هي الجدة إنه هو إدخال الأكل إنه هندخل أكل خارجي الحكاة دي برضو بتحصل في الرضاعة الصناعية فدي تؤدي لزيادة الوزن إن إحنا نكون ابتدنا الأكل في معاده مش بدري ولا حاجة بس ابتدنا غلط يعني يعني عملين ندي حاجات بتزود الوزن وحاجات عليها سكر وحاجات جئ فدي زود الوزن زي أي واحد كبير تمام طيب أنا آسف اللي أنا هقوله دلوقتي بس مضطر إن أنا أقول زيادة الوزن عند الأطفال الصغيرين تؤدي لإيه أول حاجة إنها تؤدي إلى لقدر الله طبعا وربنا يعافي يا رب الجميع لقدرنا كلنا أطفال الصغيرين زيادة الوزن عند الأطفال الصغيرين تؤدي إلى تسهيل الإصابة ببعض الأمراض على رأسها النزلات المعاوية يعني الطفل الصغير دل وزنه زايد على طول عنده مشاكل ليها علاقة بجهاز الهضمي كمان الطفل الزائد في الوزن هتلاقوه بيتأخر في التسنين أنا بقول لكم بعد دي إحصائيات طبية الطفل الزائد في الوزن مش بس بيتأخر في التسنين ها بيتأخر في عاجة تانية آه بيتأخر في تطوير النشاط الحركي النشاط الحركي اللي هو زي إيه؟ زي الجلوس ألا أنت مش لسه بتقول يا عم حركة عند الأطفال ده اسمه النشاط الحركي يعني أن الطفل يقعد ويتوازن كده في قعدته ده اسمه النشاط الحركي أن الطفل يحاول يقف ده اسمه النشاط الحركي مش زي ما حضراتكم فاكرين أن الحركي يعني أنه يمشي لا النشاط الحركي يعني أن الطفل يقعد يسحف ومش كل الأطفال تسحف تقف تتسند وهي ماشية يعني تمشي مستندة على الأساس أو كده المشي المشي بقى بدرجاته المشي بشكل طبيعي المشي صعودا لدرجات سلم نزولا من السلم المشي بتوازن وهكذا طيب إيه علاقة بقى زيادة الوزن بكل ما بقوله ده يؤخر زيادة الوزن يؤخر تطوير الطفل لنشاطه الحركة زيادة الوزن ده ما لسه بقول لكم يؤخر التسنين زيادة الوزن يرفع القابلية لأمراض الجهاز الهضمي وتحديدا النزلات المعاوية ايه كمان الأطفال اللي وزنهم زائد كمان بيكون عندهم صعوبات في النوم المنتظم تلاقوا الطفل اللي وزنه زايد عن الطبيعي ما بينامش كويس وإحنا قلنا أن النوم مش كلمة النوم ده يعني زي يعني هو هو عنوان كده زي ما بنقول اسمنا في البطاقة ما يفعش واحد يقول اسمي محمد لا اسمك ايه السلاسي او الرباعي فالنوم ده النوم كده لوحده ده ما فيوش تعريف إنما احنا بنقول ايه النوم الليلي المنتظم يعني احنا طبيا لما بنتكلم عن النوم بنتكلم على الثلاث حاجات دول أو بنتكلم على الثلاث صفات دول نوم يعني ان الطفل يبقى نايم ليلي يعني يبقى نايم بالليل منتظم منتظم يعني قدر المستطاع يعني لما بيقلع مثلا بيقلعشان يرضع وينام تاني يبقى بالتالي ايه قلبة النوم ده مش نوم ليلي منتظم ده ما نتكلمش هنا عن النوم الطبيعي أنا بكلم عن النوم الطبيعي بس فيه ناس تقولك ايه أنا ابني طول الليل صاحي بس بالنهار بينام ما ده غلط وفيه ناس كبار بتعمل كده يعني كبار قصد يعني شباب وبنات وبتاعته بص ليوم يسهروا قوي يقولك ما أنا بعوط ده بنام الظهر أو بصحة الظهر ما ده غلط طيب صعوبات بقى النوم المنتظم اكتشف طبيا أن لها علاقة من ضمن صعوبات النوم المنتظم من ضمن أسبابه زيادة الوزن طيب يبقى الطفل لما يبقى عنده زيادة في الوزن مش هينام كويس مش هينام نوم ليلي منتظم طيب ده العواقب بتاعته ايه بعد الشر؟ ضعف في المناعة ياه ايه اللفة دي؟ آه لأن من أكبر محفزات جهاز المناعة النوم الليلي المنتظم ومن أكبر مصبتات أو محبتات جهاز المناعة اضطراب دورة النوم أو اضطراب النوم خلاص كده دي كانت المشاكل عند الأطفال تحت عمر ست سنين بما في ذلك الأطفال الرضع طيب الأطفال بقى الأكبر اللي هو ست سنين فما فوق احنا بنكال بقى عن المشاكل أو مشاكل زيادة الوزن عند الأطفال قلنا مشاكل زيادة الوزن عند أطفال الصغارين اللي هو تحت عمر ست سنوات طيب ست سنوات بقى فأكثر آه هنا بقى المضاعفات والمشاكل بتكون أكبر وأخطر مضاعفات ومشاكل زيادة الوزن عند الأطفال اللي عمرهم ست سنين فأكثر ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر فترة مراهقة بداية شباء خلاص المضاعفات هنا أخطر وأخطر يعني أخطر قصدي وأكبر زي إيه لا قدر الله ربنا يعافي الجميع زي زيادة القابلية جدا لإصابة هذا الطفل أو هذا المراهق أو هذا الشاب بمرض السكر من النوع الثاني طيب إيه تاني من مشاكل زيادة الوزن غير ارتفاع نسبة الإصابة أو ارتفاع القابلية الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني ارتفاع ضغط الدم ياه ضغط الدم له علاقة بالوزن آه طبعا له علاقة بالوزن الزائد وأنا أتذكر بكل خير هنا في يحكى أن أستاذنا الأستاذ الدكتور سامح شاهين أستاذ أمراض القلب ورئيس جماعة القلب الأسبق جماعة القلب المصرية لما قال إن في حاجات في ارتفاع الضغط لما كنا بنتكلم معاه عن ارتفاع ضغط الدم جاب لنا سيرة زيادة الوزن وقال لنا الناس مش مدي اعتبار للموضوع ده آه زيادة الوزن ترفع الضغط وهذا ما يفسر إن في قطاع عريض جدا من الشباب والبنات صغيرين في السن وتفاجأ إن عندهم ضغط أو عندهم ارتفاع في ضغط الدم وبياخدوا أدوية فهمتوا قصدي؟ طيب إيه تاني من مشاكل؟ ارتفاع نسبة الكوليستيرول والدهون الثلاثية عن المعدلات الطبيعية وده خطر قوي على القلب وعلى الشرايين وكلام ده كله إيه تاني من مشاكل زيادة الوزن عند الأطفال عند سن ست ست سنين فأكثر؟ حاجة اسمها متلازمة اضطراب الاحتراق يعني الاحتراق بتاع الجسم يعني بتاع مش الجسم قصدي بتاع الغذاء اللي بناكله في جسمنا وإحنا بنكل الأكل ده عشان يحصل عملية اسمها الاحتراق عشان تطلع علينا طاقة ونبني عضلات ونخزن حاجات يعني عملية معقدة كده خلاص؟ كل ده مبني أو يدخل تحت اضطار حاجة اسمها الاحتراق أو الميتابوليزم خلاص؟ التمثيل الغذائي كنت بتتدرس كده في كتب المدار الزمان التمثيل الغذائي خلاص؟ اللي هي الميتابوليزم بيحصل حاجة اسمها متلازمة اضطراب الاحتراق إن اللي عندهم زيادة في الوزن دول الأطفال فوق سن ست سنين يحصل لهم الحكاية دي يحصل لهم كمان مشاكل في العظام ومشاكل في المفاصل وتحديدا منطقة الركبة والفخدين بتكون الأمور هنا يعني أولاً بيكون عندهم آلام شديدة في الركب والفخدين ولقدر الله يا رب لقدر الله عندهم قابلية للكسر أو الانزلاق الغدروفي الانزلاق المفصلي مش الغدروفي الانزلاق المفصلي يعني المفصل نفسه المفصلي مش الغدروفي طيب إيه تاني من مشاكل زيادة الوزن؟ الألأ والاكتئاب هتقول لي أطفال عندهم اكتئاب أقول لكم أيوة التعرض للتنمر بيبقوا عرضة يعيني للتنمر دايماً اللي عندهم مشاكل في الوزن وزي ما قلتلكم مشاكل النوم بقى مش إن النوم الليلي بقى إحنا قلنا في الصغارين النوم ما يبقاش منتظم وبالتالي المناعة تتأثر لا هنا بقى مشاكل النوم بتاخد شكل تاني لقدر الله إلى الدرجة اللي ممكن يحصل فيها حاجة اسمها توقف التنفس أثناء النوم وتوقف التنفس ده مش بعد الشر مش حاجة يعني دائمة وإلا يحصل حاجة يعني حاجة وحشة قوي لا أنا بقول لكم فترات كده ينقطع فيها التنفس ده بيأثر على المخ خلوا بالكوا قوي بيحصل كمان إيه أنا آسف على ما أنا بقوله بس لازم تقتنعوا إن زيادة الوزن مخطره زي قلة الوزن بالزاف زي نقص الوزن إيه تاني غير اللي إحنا قلنا ده كله فيه آه والله لسه فيه فيه اضطراب الهضم يعني مشاكل جاز الهضمي فيه قابلية لتكوين حصوات فيه المرارة فيه إنه يحصل اضطرابات في الدورة الشهرية عند الفتيات عند البنات خلاص طيب قلنا كده أو استعرضنا مع حضراتكم إيه هي مضاعفات زيادة الوزن وبدأنا كلامنا عند الأطفال الصغارين الردع واللي تحت عمر ست سنين دول قطاع أو الأطفال اللي عمر ست سنوات فأكثر خلاص كده واستعرضنا هو بكل تفاصيل إيه هي العواقب والمخاطر والمشاكل اللي ممكن تحصل طيب إيه بقى أسباب زيادة الوزن وإحنا لازم نمشي بقى بمنطق إيه أسباب زيادة الوزن دي اللي هنتكلم عليها مع حضراتكم بكل تفصيل في الجزء الثالث والأخير من حلقتنا هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا مع حضراتكم يحكى أنه ما زال متواصل خليكم معنا أهلاً وسهلاً بحضراتكم في الجزء الثالث والأخير من حلقتنا النهاردة واللي خصصناها عن زيادة الوزن عكس بقى ما الناس كانت متوقع الناس تقولك إيه كل مشاكل في نقص الوزن لا زيادة الوزن وأنا بكلم هنا عن الأطفال وأنا بكلمش عن الكبار تمام؟ إن الكبار بقى دول أنتوا محاصرين يعني ببرامج إعلانية عن زيادة الوزن والناس اللي بتوع التروج للعمليات والحاجات دي كلها لا إحنا بنتكلم عن الأطفال تمام كده؟ وقفنا في نهاية الجزء السابق عن إيه الأسباب وبرضو عكس من الناس كتير فاكرة إن الحكاية كلها إيه؟ ده مرض ده أكيد الولد يعني إيه ده اللي هو الصغير ده عنده سبع سنين ولا ثمان سنين أو البنت دي اللي هم جسمون مليان كده ده أكيد مريضة دي أكيد عندها حاجة في الغدد دي أكيد عندها حاجة في الهرمونات أحب أقول لكم بقى إيه هي الأسباب الأسباب أو أسباب زيادة الوزن أسباب مرضية أسباب سلوكية أسباب بيئية أسباب وراثية أو نتيجة تناول بعض الأدوية هنبدأ بالأسباب المرضية والمفاجأة أن الأسباب المرضية مش هي الأسباب الشائعة دي أول مفاجأة يعني في ناس فاكرة أن أي حد طفل يعني أنا بكلم هنا على الأطفال خلاص سواء تحت عمر ست سنين أو فوق ست سنين وإحنا بس قلنا التقسيمة دي علشان المضاعفات هنا غير المضاعفات هنا لكن بعد كده بقى نرجع للأسباب لا الأسباب بقى كله مع بعضه يعني ما فيش هنا تقسيمة السن فالناس كده لما تشوف طفل وزنه زائد شوية فيقول لك إيه ده أكيد عنده مرض خلاص زي ما أنا لسه أقل لكم لا الأسباب المرضية مش هي الأسباب الشائعة ما بقولش إنها مش موجودة موجودة بس نسب الأطفال ودي حاجة مطمئنة لحضراتكم يعني لو فكرتوا فيها يعني في ناس كتير كده ممكن في اللحظة دي تقول لي يا مانتا كريم يا رب يعني يعني الطفل مش كل طفل زائد في الوزن ده سببه إن يكون مريض مرض عضال يعني أو مرض قوي يعني لا فيه مرض طبعا فيه عندهم مرض زي ما هتعرفوا دلوقتي ولكن دول نسبتهم في عدد الناس أو عدد الأطفال يعني اللي وزنهم زائد نسبة قليلة طيب إيه هي الأمراض اللي تؤدي لزيادة الوزن أول حاجة أمراض قصور الغدة الضرقية تمام دي أمراض كتير تاني مرض هو نقص هرمون النمو عكس ما الناس فكر تالت حاجة متلازمة داون أو داون سندروم رابع حاجة اسمها متلازمة تيرنر خلاص وأسبب أخرى العلاج هنا بيكون تابع يعني إيه لما نقول مثلا هيكون تابع تخصص الغدد الصماء مش فيه أحيانين تسمعوا كلمة دي يقولك ابنك أو الطفل مليان شوية أو البنت مليانة روحوا الدكتور غدد دكتور الغدد مفيد لو التشخيص كان إنه في الحالة الأولى أو التانية اللي هو قصور الغدة الدرقية أو اضطراب هرمون النمو خلاص اضطراب هرمون النمو مش لازم نقص أو زيادة لأنه أحيانا بيبقى فيه نقص وزيادة فيه تزبزب كده فخلينا نقول اضطراب إفراز هرمون النمو أو مشاكل الغدة الدرقية طيب إنما بقى لو داون سندروم أو تيرنر أو كده ده بيبقى تابع تخصص الأمراض الوراثية خلاص طيب دي كانت الأسباب المرضية أو بعضها يعني لأن الأسباب مرضية كتيرة بس في الآخر إحنا وجهناكم ناحية التخصصين اللي هما يندرج عندهم بقى أغلب الأمراض فيما عادة حاجة واحدة هقولها في الآخر اللي هي علاقة بالأدوية مش إحنا قلنا إنه هما الأسباب ممكن تكون مرضية أو سلوكية أو بيئية أو جينية أو أدوية خمس أسباب تؤدي لزيادة الوزن أول حاجة تكلمنا عنها اللي هي الأسباب المرضية وقلنا المفاجأة أن مش كل الأطفال أو مش معظم الأطفال التخان أو اللي زيادة عندهم زيادة في الوزن مش كلهم عندهم أمراض ده بالعكس ده دي النسبة لأوليلة طيب تاني الأسباب هي إيه بقى هي الأسباب السلوكية إيه الأسباب السلوكية وهنا الأسباب السلوكية المقصود بيها الأسباب السلوكية المقصود هنا مش سلوك الطفل مش بس سلوك الطفل طبعا الطفل معنا طرف أصيل في الحدث يعني لكن المقصود هنا مش سلوك الطفل بس أو اندفاعه الخاطئ ناحية الأكل سواء كان اندفاعه يعني خاطئ أو انه بياكل كتير ما هو اندفاع خاطئ يعني انه بياكل غلط أو انه بياكل كتير لكن المقصود هنا بالأسباب السلوكية هو سلوك الوالدين هتقولوا لي الله الوالدين ما لهم أقول لكم ما لهم إيه ده هم المتهمين الرئيسيين في القضية بتاعتنا دي الأم أو الأب أو الاتنين أسباب سلوكية هنا بتنعكس على زيادة وزن الطفل اللي هتعرفوا إزاي حال هنا الأم أو الأب بيكونوا السبب في زيادة وزن أطفالهم بشكل مباشر يعني إيه؟ يعني نتيجة حبهم للأكل يعني تلاقي أب وأم بيحبوا الأكل في ناس كده في ناس بتحب الأكل يعني بتحب الأكل في حد ذاته تتلزز به المشكلة بقى أن ده يحصل قدام الأطفال الأطفال الصغارين اللي لسه على الفطرة زي ما بيقول والأطفال عندهم صفة أساسية في عقلهم وسلوكهم هي صفة التقليد ومش تقليد أي حد هم طبعا بيقلدوا حاجات في التلفزيون وبيقلدوا حاجات ممكن يسمعوه في الشارع أو يشوفوه ويقلدوا حاجات يشوفوه في الأفلام والمسلسلات ولكن يبقى التقليد الأعظم الذي لا يقارن بأي تقليد تقليد الأب والأم الأطفال بيقلدوا في البداية بشكل أعمى بيقلدوا خلاص فاكرين من قريب من كم حلقة كده كنت بقول لكم الطفل خصوان لو الطفل ولد يقلد بابا ولو الطفل بنت تقلد ممتها ممكن يقلدك حتى في طريقة المشي يقلدك لما تيجي تكح يقلدك لما تيجي تاكل لما تيجي تشرب حاجة بص تلاقيه وقال لك أنت بتشرب مثلا شاي ولا حاجة ممكن تتشرب بشاي فيطلع صوت كده بسيط وانت بتشرب حاجة سخنة فتلاقي الطفل يعمل هو كمان فضاع الأطفال فضاع وانتوا عارفين مركزين جامد قوي معانا بشكل عام مع الأب والأم ولو الطفل ولد يركز أكتر بشكل خاص مع الأب ولو الطفل بنت تركز مع الأم فنرجع بقى لو الأب والأم بيتلززوا بالأكل وبيحبوا الأكل ويعني ما راهمش حاجة غير الأكل كده زي ما بيقولوا هتلاقي الطفل في الأول بيقلد بشكل أعمى هو لسه مش مدرك لكن بعد شوية هيتغير النمط أو نمطهم الفطري المعتدل النمط الفطري المعتدل بتاع الأطفال ويتحول إلى نمط غذائي سيء ومتهور وده طبعا مكتسب مش فطري يعني ما فيش طفل بالفطرة بيندفع ناحية الأكل ويتلزز بيه ويعود يا سلام بص مش عارف ايه ويا سلام ودلوقتي بقى كمان دخل على الخط مش التلفزيون بقى بالوقت يعني بقى لنا سنين السوشيال ميديا بقى والفيديوهات والناس اللي بتعطي تعمل أكل وفي برامج الأكل بقى كمان والناس اللي بتطلع تروح تاكل في حتة ومش عارف ايه وحاجات ويقعدوا بقى يتكلموا عن الأكل وجمال الأكل وحاجات كده يعني أنا ما عنديش اعتراض يعني أنا بشكل شخصي ما عنديش اعتراض لكن أنا بعترض على ايه ان ده ينعكس بشكل مباشر على الأطفال ويسبب لهم مشكلة يبقى لازم هنا الكبار يبدأوا بنفسهم ويحاولوا يعدلوا طريقتهم الخاطئة علشان صحتهم مبدئيا يعني صحة الكبار لأن الأكل دا دا يعني ما خلاص وصحة الأطفال أكيد وأكيد مفيش أي داعي أو أي منطق لاستعراض طريقتهم زيه أمام أطفالهم يعني فيه ناس وهي عادة تاكل كده طبوس ليوم يعودوا يعني ايه يبلغوا قوي في استعراض الأكل وفي الاستمتاع وفي الحديث عنه وبتاعه بيبقى الموضوع أحيانا كوميدي يعني بس هم ما بيقوش واخدين بالهم يعني طيب هم مش قادرين يسيطروا بقى على نفسهم خلاص ياكلوا لوحدهم ياكلوا لوحدهم ما ياكلوش قدام ولادهم خلاص وأحيانا الحقيقة بيكون فيه دور سلبي جدا للجدود والجدات يعني في هذا الأمر هتقولولي يا عم انت ايه اللي جاب الجد والجدة دلوقتي في الموضوع هقول لكم الجد والجدة دول لو احنا مثلا راحين عند تيتا اللي هي تيتا بالنسبة للطفل يعني اللي هي والدة الزوج أو والدة الزوج وتلاقي بقى فيه ايه فيه كده يعني حالة كده ايه حالة احتفاء عن طريق الأكل يعني تلاقي الجدة تقولك انا عاملالكم بقى الأكل اللي نفسوكو فيه اللي بتحبوه حاجات دي كلها كتر خرة وتشكر ومشاعر عظيمة وجياشة وحاجة فيها حنية وكل حاجة بس ما ندور على وسائل تعبير تانية غير الأكل ليه؟ بتلاقي بقى الجد والجدة وتحديدا الجدة هنا بتبقى عايزة الطفل يأكل هو كمان زي الكبار يعني تلاقي بقى تسلم ايدك يا ماما اذا كانت هي والدة الزوج او تلاقي بقى جوز البنت تسلم ايدك يا تنت والله الأكل فظيع وحلو وبتاعه حاجات زي كده فبتبقى الجدة عايزة تحصل على الإشادة من الجميع بما فيهم الأطفال الصغارين فتلاقيها بتدفعهم ناحية انهم ما يأكلوا ما تدوائي كده الوقت الرؤاء ده اللي أنا عاملها ولا الملوخية ولا مش عارف الفت ولا المحشي ممكن يكون ده مش مناسب لهم دلوقتي وحتى لو مناسب هون مفروض يعني مناسب من ناحية العمرية مفروض يأكلوا قليل قوي يدوقوا بس مفروض الأطفال يبقى لهم أكل لوحدهم وانا عرف جدات الحقيقة يعني جدود وجدات وجدات تحديدا بيبقوا عاملين حسابهم قوي في الحكاية دي الحق يقال طبوس اليوم عاملين أكل ووليمة كده زي ما يقول وعملين حسابهم من فيه أكل للأطفال وبرضه بطريقة جميلة ومبهجة وبرقة يقول لك آه ده عشان بس العيال بقى تأكل الأكل الطبيعي بتاعها ما فيش داعي يدخلوا بقى في الأكل بتاعنا اللي هو أكل الكبار اللي هو ممكن يبقى مضر برضه ليه نحنا ككبار خلاص يبقى دي الأسباب السلوكية تالت مجموعة من الأسباب أو من أسباب زيادة الوزن عند الأطفال هي الأسباب البيئية يعني إيه يعني البيئة نفسها هي اللي بتحفز زيادة الوزن إزاي إن الأطفال يبقى عندهم سهولة للوصول للطعام الخاطئ تمام يعني مثلا وهم مثلا حوالين للمدرسة البيعين مثلا عند المدارس أو محلات حوالين للمدارس فيقدروا يشتروا منها عصائر يقدروا يدخلوا مش عارف يجيبوا إيه من التلاجة برضو حاجات حلوة بتاء حاجات كده مناطق المدارس دي مناطق ملغومة الحقيقة بلاش لما الأطفال يبقوا كبار شوية وبيبقوا عايزين يخرجوا أو بتاع فيروحوا مطاعم الأكل السريع اللي احنا نسميها الجنك فوت خلاص أسباب بيئية تانية مش لازم بقى خارج البيت لأ جوه البيت إن الطفل يبقى إيه رايح جاي على التلاجة بدون ضوابط وده مش معناه على فكرة لا البخل ولا إن الطفل لازم يعيش في خير أبوه وخير مامته يفتح التلاجة يروح مطلع على شوكالتاي يفتح التلاجة يروح مطلع على عصيد يفتح التلاجة يروح مطلع على أكل غلط يفتح التلاجة يروح مطلع ده غلط ده غلط تمام؟ ربط الأكل بالتلفزيون أكبر غلط إن الأطفال تقعد تاكل وهي بتفرج على التلفزيون وده من الإحصائيا يعني ده بيسبب زيادة الوزن على طول لأن في أطفال بتقعد تتفرج على التلفزيون بتقعد تاكل بس عشان تقعد تتفرج يقول لك اه عايزاك ولسه اه لسه عايزاك وهكذا قضاء فترات طويلة على الموبايل او الالعاب الالكترونية اللي يوم بيأكلوا بلا وعي كده وهم بيعملوا الحاجات دي عدم ممارسة الرياضة بانتظام اعلانات الاغذية الخاطئة التغي على وسائل الاعلام كلها والمشاط شطة والمشعرف ايه والكلام ده كله كان فيه طاهي شهير او اسمه جيمي اوليفر شيف يعني كان بيعمل برامج طاهي مشهور او على مستوى العالم كان بيونادي الحقيقة بقاله فترة قال لازم شركات تصنيع الحلويات يعني تصنيع الحاجات اللي بتدخل في صناعة الحلويات زي الشوكولاتة والسكر والكريمات والحاجات دي كلها لازم يبقى جزء من ارباحهم ممول لصالح ابحاث امراض الاسنان يعني هو الحياة كانت مبادرة يعني صدقة جدا منه قالك ما هم بيعملوا حاجات وإحنا بنعد نعملها بس لازم يبقوا فيه ضريبة يعني للحكاية السبب الرابع من اسباب زيادة الوزن هي اسباب الوراثية ودي نتيجة اضطرابات جينية ندرة يعني فيه اضطرابات جينية كده ممكن تبقى فيه ان الطفل واخد وراثيا من بابا او مامته زيادة الوزن ودي زي ما قلتلكو ندرة مش كبير واخيرا السبب الخامس هو تناول بعض الادوية لفترات طويلة فاكدين بقى لما بقولكو حاجات مرضية بس دي بقى حاجات ادوية بقى يعني ايه يعني طفل مثلا تناول علاج مثلا فيه كورتيزون لفترة طويلة الكورتيزون يزود الوزن اظن حضراتكم عارفين الحكاية دي خلاص ادوية علاج الاكتئاب تزود الوزن تمام خلوا بالكو ان الاطفال المصابين بالسمنة لانتفقنا ان هي حالة مرضية هتلاقوم دايما بيحاولوا يفتعلوا المرح ويقلبوا حكاية شغفهم بالاكل او وزنهم الزائد لحالة مرح او حالة بهجة او ان هما اكنهم بيتميزوا عن بقية الاطفال في نفس سنهم ان هما بيكلوا اكتر او بيكلوا بشكل اخطر او وهكذا والحقيقة ان دا بيكون مجرد وجهة الحقيقة انه له علاقة بالاكتئاب والتوتر والقلق خلاص يعني الاطفال دول او سواء اولاد او بنات سواء كانوا في سنهم اللي هو زي ما بنقول كده صغارين او ست سنين في اكثر او دخلوا في مرحلة المرحقة بيبقى دا حاجة بيغطوا بيها على احساسهم بالاكتئاب واحساسهم بالتوتر واحساسهم بالقلق وطبعا دا بيؤدي الى تناول الاغذية الخطئة بكميات كبيرة اصردوا مشاعر الغيرة ما بين الاخوات في البيت يعني تلاقي فيه تفرقة كده في المعاملة او فيه مشاعر غيرة نتيجة فهم خاطئ من الابناء احيان يعني ممكن الطفل يبقى فاهم خطأ خطأ ان بابا وماما بيحبوا اخويا اكتر مني او بيحبوا اختي اكتر مني او العكس وده خطأ دور الاب والام هنا ان هم يشرحوا لولادهم احنا مثلا بنعمله كويس هنا عشان هو شاطر عشان هو التزم عشان هو زاكر كويس يعني فكرة انكم تشرحوا لان الاطفال ممكن تاخد ده على انه تمييز في المعاملة لما الاطفال تفهم ده غلط سواء كان نتيجة خطأ في الشرحة عندكم او نتيجة انكم لقدر الله بتفرقوا فعلا ما بين ولادكم يعني ممكن ده يترجم لزيادة في الاكل خلاص الوقاية في هذا الامر غاية في الاهمية واسمحوا لي ان احنا يعني الحلقة طبعا خلصت فانا الحلقة القادمة باذن الله هبدأ كلامي مع حضراتكم عن هذا الامر الوقاية 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 اهم هنا من العلاج خلاص يعني ان الوقاية هتمنع الحكاية خالص فهنا هتكلم عليها ان شاء الله مع حضراتكم في بداية الحلقة القادمة باذن الله تعالى يبقى اتكلمنا في حلقة النهاردة عن زيادة الوزن عند الاطفال واتكلمنا عن التفرقة ما بين الوزن المثالي والوزن الطبيعي ونبهنا حضراتكم أن زيادة الوزن مشكلة طبية ومراضية زيها بالضبط زي نقصان الوزن واستعرضت مع حضراتكم العواقب أو المشاكل أو الآثار السيئة لزيادة الوزن على الأطفال من عمر أقل من 6 سنين وحتى مرحلة الرضاعة أو أكثر من 6 سنين وحتى مرحلة المراهقة والشباب وما هو أكثر وبعد كده اتكلمنا عن الأسباب بشكل عام وقلنا أنها أسباب مرضية أو أسباب سلوكية أو أسباب لعلاقة بالبيئة المحيطة بالطفل أو أسباب جينية ودي حالة ندرة أو أدوية معاية الطفل ماشي عليها واتكلمنا برضو على بعض الأسباب اللي ممكن تؤدي لزيادة الوزن عند الأطفال يارب تكون في ناس استفادت من هذه الحلقة وتكون غيرت وجهة نظرها وتعامل مع زيادة الوزن على أنه مشكلة لها اعتبارها ولقدر الله ربنا يحمي الجميع وزي ما بقول لكم دايما أطفالنا في المقدمة وإن شاء الله الحلقة الجاية هبدأ كلامي مع حضراتكم عن الوقاية من هذه المشكلة اللي بعتبرها مشكلة خطيرة جدا وبحسب تصنيف منظم صحة العالمية أن زيادة الوزن بشكل عام على مستوى الكرة الأرضية من أكبر المشاكل اللي بتواجه الجنس البشري بعد الأمراض الوبائية إن شاء الله نكمل كلامنا مع حضراتكم في هذا الأمر الحلقة الجاية وإذا كان لنا عمر بإذن الله وربنا أراد نلتقي بكم الأسبوع الجاي في هذا الموعد شكرا جزيلا السلام عليكم